السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة كنتم مني ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم ان شاء الله اكترح لكم جوج وصفات المائدة الافطر سهلين مهلين ويتحضروا في وقت قصير جدا وهو عبارة عن عصير اللي هو عصير ابوكا بالتمر واللوز كيجي خاتر وكيجي المدق ديالو تحفا ومغدي كذلك زائد ميني بطبوط معمر بحشوة باردة بما داق السندويتش الشمالي بالنسبة للناس اللي استقلوا يعني داقوا هاد السندويتش هادا ارا هكي يعرفوه فغادي نحتاج هنا يا عندي خبيزة المقلى هادو او ميني بطبوط صغرين هاد الوصفة هادي ما يعني مبغيتش نصوره من الاول بش ميجيش الفيديو الطويل سبق حضرت معكم عالكين في القناة الناس اللي ما شافوش الوصفة ديالا فغادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف تمشي وتشوفه غادي نحتاج للتعمار غادي نحتاج جوج علب التون هادول يصفيتهم شوية زيت ما تصفوهم شي مرة مرة يعني حتى يكونوا ناشفين يعني شوية غادي نحتاج هنا كيف كتشوفو عندي جوج بيضات مسلوقين محكوكين بشارتهم هكذا بهات الشكل هادا غادي نحتاج واحد الحباد مطيشة او طماطم صغيرة مقطعة صغيرة واحد القطعة هاد تكون هكذا متوسط هذا الكاشير الحر اللي تهي مبشورة واحد الحباد للجزر ايضا مبشورة وحبات هكذا ديال زيتون اللي قطعتهم صغارين وهنا غا نحتاج نصف بصلة صغيرة من شاء الله ضاء بهات الشكل هادا بالنسبة للناس هادا هو السرج الصندويتش الشمالي بالنسبة للناس اللي ما كيبغيبش هايدال ما دقت البصلة خضر فما تعملوها شي او اذا كنتوا غا تحتفظوا بهم فبلاش ما تستعملوا البصلة اذا كان متواجد الخاص فعملوه انا صراحة ما عندي شي عليها ما عملتو شي ولكن اه عادة كيكون فهدا الحشوة هادي فصفيك نضيفه كل شي اه هنا ما غادي نضيفش انا لزيت الزيتون لزيت نباتية لحتى حاجة لانني حتفظت بشوية زيت التون باش يفزك لي هكذا شوية الحشوة مجيش ناشفة ويمكن تزيدو لها اذا بغيتو شوية ديالملح مع الخص فهدا تعميرات كتكون عادة عند احنا في الشامل كنعملوها البوكاديو المعروف في الشامل جهة طنجة تيتوان يجي صراحة المدق ديالو غزل ولكن اذا كنتوا غادي تحتفظوا بهذا الخبيزات ما الاحسن نجنبو البصلة لان البصلة كتتسمم اللي كتكون هكذا مقطعة وكتبقى سوفيه فغادي نشبرو هيدا خبيزات ديالنا ونعمرهم بهذا الشكل هدا حشوة سهلة مهلا وقد تحضر في وقت قصير جدا يعني ما غا تاخد شي منكم حتى خمسة دقائق الخبيزات اكيد غادي يكونوا مثلا وجدين تعملوا كمية كبيرة وتحتفظوا بها تبقى وتجبدو هكذا منا وقت الحاجة عفوا وتعمروا الخبيزات هكذا هاد الكمية هدي كيف كتشوفوا قدتني يعني هاد القياس هاد اللي عطيتكم ديالحشوة قدني العشرات خبيزات صغورين جت الحشوة كافية تماما ونعمرهم زيان هكذا اذا كين حتى المايز بغيتو تعملو حطيفوه انا ولداتي ما كيبغيوشي المايز في الصندويتش اذا كشي علاش ما كان نضيفوشي سوف يوغا نستمر بهذا الشكل هادا حتى مسالي خبيزات ديالي كاملين ونمشي ودابا نحضرو العاصر هذا هو الشكل ديالهم كيف كتشوفوه فعلا فعلا كيجيو يعني خبيزات منعشين ما كيجيوشي تقالين يعني ما كتكون الحشوة هكذا طيبة خصوصا مع هاد المخبوزات في حلقة كيكونوا شوية كنحسوا بهم تقالين ولكن هاد الحشوة هدي كتجي فخش وكتجي خفيفة بالنسبة للعاصر فقد نحتاج جوج حبات ديال افوكا صغارين مش صغارين عم توسطين هكذا كيف كتشوفو غا نحتاج نصف لتر ديال الحليب خمسة ديال حبات التمر اللي زويتلو من نواة ديالهم وواحد الحفينة صغيرة هكذا ديال لوز صافي وغا نحتاج واحد الكأس اضافي اخد الحليب يعني ما نكتفي شي غير بهذا نصف لتر واحد الكأس الحليب بارد غادي نضيفه هو اللول هنا في الخلط غادي نضيف عليه التمر وغادي نضيف الحفينة ديال لوز يعني كيميالي كتناسبكم صراحة غادي نضيفوها فانا بنسبة لي يعني واحد الحفينة هكذا صغيرة كافية لانا العاصر كيجي تقيل شوية فباش ميجيش تقيل بزف وصافي وغادي نضيف الحبات ديال الابوكا فانا الحبات ديال هنا هادو تقريبا شوية صغارين اذا كنت عندكم الحبات الابوكا كبيرة فممكن تعملو غير واحدة او واحدة ونصف بالنسبة لي اللي انا صغرين عليها اضيفت جوج صافي غادي نتحنو هاد الشي كامل اه في هاد الكأس هاد الحليب يعني حتي تطحن زيان التمر واللوز اذا كنت تطحن ديالكم ما كنت تطحن شي مزيان هاد هكذا تسلج والاشياء اللي قاسها هكذا فمن الاحسن يكون عندكم اللوز مطحن عادك تضيفوه بنسبة لي لي انا فمهم عادي كنعمله وغادي نضيف ايضا ملعقة طعام السكر بنسبة للناس اللي كيبغيوا الحلاوة ممكن يزيدو وممكن ينقصو صفيفة غادي نتحن مزيان كيف كتشوفو معي حتى تتحن لي اللوز والتمر يعني بغيتهم مطحون عاد كنضيف باقي الحليب او باقي الكمية الحليب اللي عندي اللي هي نصف الليتر كنضيفه ونعاود نتحنو مرة اخرى باش كيتخلط ونقدموه هذا هو الشكل نهائي ديالو كيف كتشوفوه خاتر كيجي المدق ديالو جميل جدا لذيذ واكيد مغدي نقدموه سواء في الفطر او في الصحور لانه صراحة مشبع وكيجي كيف كتشوفو خاتر يعني مش عصير اللي هو خفيف فكانوا هدوهما الوصفات دياليوما كيف كتشوفو اللي هو عصير الافوكا بالتمر واللوز وخبيزات بحشوة صندويش الشمالي كنت مني ان شاء الله تجربوهم بهكدا بطريقتي البسيطة كيجيوا تحفى اذا بغيتوا اي اقتراحات اخرى نقدموهم شهر رمضان معلكم الا تخليوها التحت في التعليقات وان شاء الله نكون رهن الاشارة كنتمينا ان شاء الله الفيديو دياليوما ينال اعجاب ديالكم ما تساوش تجعوني ودعموني بجامل الفيديو ومشاركتو في مواقع تواصل الاجتماعي اشتركوا معنا في القناة اذا كنتو كتزورونا الاول مرة بالضغط على الزر الاحمر زر اشتراك او ابوني وفعلوا الجرس باش توصلوا معنا دائما بالجديد وانا هنا كنقولكم كيف ديما سحاو الرحاو الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر